السلام عليكم ازايكم يا شاباب اليوم سنكمل شفتر 3 نحن السيكشن الوفاد كان يمتبر سيكشن طويل شوية اتكلمنا فيه عن دورة خطه بالتفصيل وخدنا ايه الحاجات اللي ممكن يطلبها منك بالضبط في الدورة وقلنا ان اللي فاضل في الشفتر ده مسائل دي وديزل وهم مفهومش افكار جديدة او مختلفة عن اللي احنا خدناها السيكشن الوفاد لكن نحن نحل برضو مثالين كده بحس الناس لو كانت بدأت تحل وعندها مشاكل او مش عارفة تحل الافكرتين دول يبدأ برضو عندكم فكره عنهم وقبل الامتحان تحديد ذا فخلوني ابدأ بالمساءل رقم 3 8 هنا نحل النهاردة مساءلتين مسألة دي بول ومساءلة دي بول برضو فيها جزء دي بول هنشوف هنتعامل معها ازاي منبدأ بالمساءل رقم 3 8 كان جايب لك محرك سعة 3.8 لتر شغال بوقود لايت ديزل ارتفور ريشيو 20 وشغال على دور الديول نوع الوقود غير الدورة اللي شغال عليها لايت ديزل دي ممكن يبقى شغال دور الديزل اللي انت عرفها ممكن يكون شغال دور الديول عادي جدا ده نوع الوقود مندي لك ان الكيو المضافة بثبوت الحجم مساوية للكيو المضافة بثبوت الضغط والكفاءة بتاعت تعملية الاحتراء 100% مندي لك الظروف عند البداية ومندي لك الكمبريشن ريشيو 14 وطالب التى عند كل نقطة البي عند كل نقطة الكتوف ريشيو والبريشن ريشيو والكفاءة الحرارية للدورة والكيو ادد والوركنت يعني طالب كل حاجة في الدورة اللي هو شغل الدورة العادي اللي احنا عارفينه حتى من سير ممكن فخلونا قبل بس ما نبدأ حل ان لو حد بيشوف الستكشن ده وما كانش شاف الاولاني لان احنا معتمدين بشكل كبير على الشرح اللي تقال المرة اللي فات احنا هنا بس مجرد بنطبق فشوف الستكشن الاول بتاع شابتر 3 وبعد كده اكمل خلونا نبدأ حل الاول طبعا هنرسم الدورة زي ما احنا عارفين ما تنسجتني ترسم الدورة دايما فدي دور الديول العادية اجراء واحد اتنين على كده اتنين اكس اكس تلاتة تلاتة اربعة اربعة خمسة وطبعا عارفين اجراء خمسة ستة ايه اللي هو بيحصل فيه كسح تكلمنا عنه المرة اللي فات فدي هو واحد اتنين اكس تلاتة اربعة وخمسة منطبقة على واحد وده اجراء خمسة طيب اول حاجة اللي هو الاجراء واحد اتنين ده اجراء ايزنتروبك كومبريشن يعني تي تنين على تي واحد بيساوي بي تنين على بي واحد قصة كي ناقص واحد على كي بيساوي قصة كي ناقص واحد معاك تي واحد معاك ار سي ومعاك بي واحد يبقى تقدر تجيب تي تنين وتقدر تشيب بي اتنين يبقى بتجيب ضغط ودرجة الحرارة يوضع تاني نقطة الاجراء اللي بعد كده اجراء اثنين اكس اجراء اثنين اكس ده هو اجراء اضافة حرارة بسبوط الحجم وهو قادل ليếu ان كل الحرارة المضافة بسبوط الحجم ومساوية لكل الحراره المضافة بسبوط الضغط يعني الحرارة المضافة من اثنين إلى ثلاتة الحرارة الكلية المضافة تعتبر متقسمة بالتساوي على الاتنين دولة يعني لو انا هتكلم عن الاجراء الاتنين اكس يعني الحرارة الكلية المضافة اللي هي كتلة الوقوف في الهيتنج فاليو خدناها سيكشن اللي فات في كفاءة عملية الاحتراء دي كل الحرارة المضافة في الدورة طيب اللي بسجوط الحجم بقى قد ايه نصها لان هو ايه اللي بسجوط الحجم بيساوي اللي بسجوط الضغط فيبقى نص كمية الحرارة الكلية مساوي لام ميكشر سي في تي اكس ناقص تي اتنين وكنا اخذنا السيكشن اللي فات علاقة تربط ما من الاتنين دول عشان نضيع الميكشر مع بعض يريد الناس ترجعها اتواحد ناقص اكس ار لو كان يديلك اكس ار في المسألة على واحد زائد ارتفور ريشيو في الام ميكشر الكفاءة الكفاءة عملية الاحتراء في ام ميكشر سي في تي اكس ناقص تي اتنين هتلاقي الام ميكشر راحت مع الام ميكشر الاكس ار بصفر لانه مش مديلك عنه اي معلومة في المسألة ليرد فور ريشيو معاك الهيتنج فاليو يا اما هيبقى مديلك في الامتحان يا اما المفروض معاك جداول بس في الاغلب هتبقى موجودة في الامتحان وده ممكن تخدها بخمسة واربعين الف الكفاءة بتاعت عملية الاحتراء مية في المية هو ايلك عليها السي في عارفين بقيمتها و تي اتنين انت لسه جايبها بالخطوة اللي فات يبقى المجبول بحيدة عندك تي اكس يبقى انت كده جبت تي اكس طيب اجيب بي اكس ازاي خلاص انا عارف ان الاجراء ده سبوت حجم يعني اقدر اقول ان تي اكس على تي اتنين بيساوي بي اكس على بي اتنين و تي اتنين و بي اتنين انت اجبتهم القطوة اللي فاتت و كذلك تي اكس يبقى من هنا تقدر ببساطة اجيب بي اكس وما ان الاجراء ده اللي بعده سبوت ضغط فبي تلاتة برضه بتساوي بي اكس يبقى انت كده جبت الضغط بتاع النقطة اللي بعدها كم طيب عشان اجيب درجة الحرارة بنفس الطريقة الاجراء اكس تلاتة ده اجراء اضافة حرارة بس بسبوت الضغط و انا عارف ان كمية الحرارة مضافة بسبوت الحجم المساوية لكمية الحرارة بسبوت الضغط اللي هي بتساوي نص الكمية الكلية يعني نفس اللي عملناها المرة اللي فاتت في القطوة اللي قبلها بيساوي سي بي بقى المرة دي من سي بي في تي تلاتة مواقس تي اكس طبعا برضه هتشيل الام دوت فيول وتحط واحد موس اكس ار على واحد زائد افت فيول ريسيو في الام ميكشر هنا طبعا في ام ميكشر ودول هيروحوا مع بعض هتلاقي المجول الوحيد اللي عندك تي اكس جات القطوة اللي قبلها يبقى انت كده جبت تي تلاتة تي تلاتة تمام كده يبقى احنا كده جبنا بي اتنين ودي اتنين وجبنا تي اكس وبي اكس وجبنا بي تلاتة وي تلاتة كان بيقول ايه؟ ان تي تلاتة على تي اربعة بيساوي بي تلاتة على بي اربعة قص كي نقص واحد على كي بيساوي بي اربعة على بي تلاتة وبقى قص كي نقص واحد وبقى ان الموضوع مختلف عن قطو شوية دي برضه معلومة قديمة من سيرمو اتنين ان هنا مش ار سي زي اجراء الكمبريشن لان معادش في اربعة او معادش البي تلاتة قصة مساوي للبي اتنين تمام؟ فلما هتيجي تشغيل كل حجم من دول وتعوض بدرجات الحرارة المقابلة له علشان تجيب علاقة ما بين الاتنين دول هتلاقي انها بتساوي الار سي اللي هي الكمبريشن ريشيو على الكت اوف ريشيو اللي هي البيتا والكت اوف ريشيو دي اللي هي عبارة عن ايه؟ نسبة القطع يعني ايه نسبة القطع؟ اضافة الوقود في اجراء ثبوت الضغط يعني انا في اجراء ثبوت الضغط بابضل اضيف الحرارة من اكس وبابضل اضيف الحرارة على طول الاجراء ده لحد ده ما هوصل عند نقطة ثلاثة فنقطة ثلاثة بالنسبة لي هي نقطة اضافة الوقود فنسبة القطع دي هي نسبة بين ت تلاتة الى تي اكس وهو كان طالبها اصلا في المسألة فالبيتا دي عبارة عن ت تلاتة على تي اكس وكان طالب البرشير ريشيو البرشير ريشيو دي ببساطة هي النسبة بين الضغط عند بداية اضافة الحرارة الى الضغط عند نهاية اضافة الحرارة بثبوت الحجم اللي هو بي اكس يعني يعني نسبة بين بي اكس على بي اثنين فتعرف اللي بتو برامتر عشان مهمين بي اكس على بي اثنين فانت معك الارسي تقدر تشيل الكسر ده وتقول انه هو عبارة عن رسي على بيتا قصي كي ناقص واحد الارسي معاك جبن في المسألة بيتا انت جبتها تي تلاتة معاك وبي تلاتة معاك بقى تقدر تجيب تي اربعة تقدر تجيب بي اربعة تمام كده يبقى انت كده تجيب النقط كلها بتاعت الدورة واحد واثنين وتلاتة واربعة وطبعا انت عارف من مقطة خمسة وساوية لمقطة واحد طيب ايه تاني ممكن نجيبه بعد كده هو بقى عاوز ان انت تحسب الكفاءة الحرارية والكيو ادد كانت طيب كلهم معتمدين على بعض يعني نقدر نقول ان كيو ادد هي كمية الحرارة الكلية المضافة اللي هي التعليم فى لأدد ساعدة ثلاثة ناقص تي اكس او تقدر تقول اتنين فى اى واحدة منهم هم الاثنين موضع تساويين. او تقدر تقول انها تساوي في الكفاءة بتاعة عمليات الاحتراجة. بس طبعا مشتارة في استخدام العلاقة دي لانا جدا مش معاك دي. فتقدر تجيبهم يا اما من هنا يا اما تقول اثنين في واحدة منها. كيو ريجيكتد. هي عبارة عن سي في. تحرر مطرودة بسبوط الحج. تي اربعة ناقص تي واحد معاك كل حاجة منهم. يبقى كيو قدد خلاص انت جبتها بالكيلو جول لكل الكيلو جرام. والكيو ريجيكتد جبتها يبقى تقول ان الوركنت عبارة عن كيو قدد. ناقص كيو ريجيكتد. وتقدر تقول ان الكفاءة الحرية بتاعة الدورة عبارة عن الوركنت على الكيو قدد. اظن المسألة سهلة عرفاش حاجة مجرد تطبيق بس في فكرة دورة دي. خلينا نشوف المسألة اللي بعدها فيها فكرة شوية. المسألة اللي بعدها مسألة هاتة سبعة. ودي مسألة تطور فيها فكرة ويعني مسألة امتحانات شوية. نجد لك برضو محرك كومبريشن ايجنيشن. تمام؟ كومبريشن ايجنيشن دي مهم ان انت تاخد بالك منها لانها بتحصرنا بحاجتين بس. ان هي اما شغالة ديزل. ما تقدرش تقول كومبريشن ايجنيشن وتقول اوتو. فكده اختيار اوتو معادش مبوط. اوتو يبقى اسبارك ايجنيشن. فهو قال لك نشغالة ديول. ومدي لك الكومبريشن ريشيو. وقال لك النسبيه ماكسمن في الدورة دي. بتسعة اللاف كيلو واسكال. ونوع الوقود لايت ديزل. اتفقنا فيه فرق ما بين نوع الوقود وما بين اسم الدورة. ما بينهم. والفاول توير ريشيو اللي هي مقلوب. يعني مدي لك قيمتها ومدي لك كفاءة عملية الاحتراق. والظروف عند البداية. طالب ايه بقى? طالب اقصى كفاءة حرارية للدورة دي. بالمعطيات دي. واقصى درجة حرارة ممكن توصل لها. ده اول مطلوب. تاني مطلوب. طالب اقل كفاءة حرارية بالمعطيات دي. ودرجة الحرارة اللي هكون مقابلة للكفاءة اللي هي المينموم دي. بنفس المعطيات. طيب ايه هي المعطيات اللي هو عود تثبتها. الحتة دي مهمة اقوى في النظر ياريت ما استراجعها. اللي هو المقارنة ما بين قد وديزل وديول. لما تثبت حاجات معينة. هتلاقي ان انت عندك تقريبا مقارنتين. مقارنة بتثبت فيها الكمبريشن ريشيو والكيو ريجيكتل. ومقارنة بتثبت فيها التي ماكسيموم والبي ماكسيموم. تمام? يا ريت الناس تذكر الجزئية دي كويس. لان لو ممكن تتسأل عليها نظري. وممكن تتسأل عليها في مسألة زي مسألتنا دي. فالحالة بتاعتنا دي هو عاوزك تثبت الكمبريشن ريشيو والكيو ريجيكتل. يعني تعال كده نبص. لو ده البي في دي جران بتاعنا. ممكن ترسم على تي اس براحتك. ورسمنا دورة دي هو اللي هي الاولانية الخاصة. واحد اتنين. اتنين اكس. اكس تلاتة. بعد كده تلاتة. اربعة. وبعدين بعد كده اربعة خمسة. طالما ما قالكش. ان فيه اه سوبر شارجر او تربو شارجر او بارشالي اوبن واللحاجات دي هت. يبقى انت بتعمل اجراء السحب والاجزوست بتعملهم عند الضغط الجوي عادي جدا. مش زي ما عملنا الحالات الخاصة بتاعت السكشن اللي فات. بل اتنين. اكس. تلاتة. اربعة. لو انا سببت الكمبريشن ريشو. يعني شغال ما بين نفس الحجمين دول. وسببت الاجراء اربعة خمسة ده. فمعنى كده ان لو انا شغال ديزل لازم بيبقى اجراء طفل الحرار بتاعي بالشكل ده. وهو ده فعلا سمي النقطة ديها مثلا تلاتة دي. تلاتة ديزل يعني. وفي الحالة دي فعلا بها تكون الكفاءة الحرارية للدورة بتاعت ديزل. بالمقارنة بالدورة بتاعت اوتو. تمام? ولو كنا شغالين اوتو. لو كنا شغالين اوتو كان هتبقى ماكسموم. لو كنا شغالين ديول هتبقى في حاجة في النص. ولكن بما ان احنا اصلا بتاع اوتو ما عادش متاح لان المحرك في الاصل. فالماكسموم في حالتنا دي مش هيبقى اوتو. يعني انت ما تروحش تعمل دورة اوتو تقول ما هي الماكسموم. ايوه. دي الماكسموم ان جنرال كده. لكن لو شغال على محرك كومبريشن اجنشن. يبقى الماكسموم بتاعته هي ديول. والبنموم بتاعته هي ديزل. فهو عاول كأنه بيقول لك حل الماسألة دي قط مرتين. مرة انها دورة ديول اللي احنا رسمانها في الاول دي. ومرة انها دورة ديزل بسبات الكومبريشن بريشيو. طيب. تعال كده نشوف. يبقى في حالة الماكسموم. هنشتغل ديول. زي الماسألة اللي فاتت بالزبط. الاجراء واحد اثنين اجراء. ايزنطروب كومبريشن. تي اثنين على تي واحد. بتساوي بي اثنين على بي واحد. وسكي ناقص واحد على كي. بتساوي ار سي وسكي ناقص واحد. تمام؟ معك تي واحد ومعك بي واحد ومعك ار سي بتقدر تجيب تي اثنين وتقدر تجيب بي اثنين لو انت محتاج. طيب وبعدين هو مدي لك البي ماكسموم دي دي هتحلل لنا مشكلة البي ماكسموم في دورة ديول اللي هي اقصى ضغط انت بتوصله اللي هو بي اكس اللي هو بي تلاتة لان اكس و تلاتة على خط سبب ضغط فهو ده البي ماكسموم فاندلوقتي معايا بي اكس اللي هي بتسعة تلاتة تيلو و سكات فلو انا عاوز اجيب تي اكس يبقى قول بي اكس على بي اكس بي تنين بي تنين بي تنين على تي اكس بي تنين و تيتنين معاد بالخطوات اللي فات و بي اكس جبن لان انا معا عارف ان المكسموم هو اكس وهو اتلاة و يبقى انا اقدر اجيب تي اكس طيب Für T تلاته هذا اجيبahi اجيبه اجيبه من اجراء اضافة الحرارة اجراء اضافة الحرارة انا المرة دي مش هقسمه على مراتين لان هو مش مديني معلومة عن كل مرحلة لأ انا هستغل على الاجراء كله يعني كمية الحرقة الكلية المضافة اللي هي عبارة عن ام دوت فيوين في في كفاية عملية الاحتراء الكلام ده المفروض هيساوي كل الحرقة المضافة اللي هي السي بي او الام ميكسر في سي بي دلتا تي اللي هي تي اكس مقص تي اتنين زائد ام ميكسر سي بي اللي هو الجزء بسابتات الضغط في تي تلاتة ناقص تي اتنين يبقى انت كده قلت ان كمية الحرقة الكلية المضافة هتروح على جزئين بغض النظر بقى كل جزء منهم نصيبه كامل مش زي المسألة اللي فاته طيب بنفس الكايفية هنشيل الام ميكسر ونحط العلاقة بتاعتنا اللي هي واحد ناقص اكس ار على واحد زائد اتو فاول ريشيو او لو هم ادي لك بقى فاول تو اتو ريشيو يعني مقلوبها مقلوب المعطة اللي هم اديه لك الكلام ده مضروح في الهيتنج فاليو في كفاءة عملية الاحتراء الكلام ده بيساوي سي بي تي اكس ناقص تي اتنين زائد سي بي تي تلاتة ناقص تي اكس هتلاقي ايه هتلاقي ان اكس انت جبتها الخطوة اللي فاتت ونطل اتنين انت جبتها في الخطوة اللي قبلها ال اكس ار بصفر ما عندكش عندها معلومة اليرد فور ريشيو هي مقلوب الفور تير ريشيو اللي هم ادي لك في المسألة اه خمسة واربعين الف طالما مش ميديهولك اللايت ديزل بيبقى في التدود دي ده بواحد السي بي بالسي بي انت عارفهم يبقى المجهول الوحيد اللي عندك هو تي تلاتة في الحالة دي بقى انت كده جبت تلاتة قبلك اللي اللي ما يعرفش السي بي بنشتغل بالفاليو دي لان احنا بنعتبره ميكشر والسي بي بالفاليو دي تمام كده علشان ما تعمله مش واحد وخمسة من الف زي انتهبه احنا بنعتبر ان هو خليط تمام كده يبقى انت كده جبت تي تلاتة وبعدين هو كان طالب الماكسيموم تيمبريتشر قبلك بعمل حاجة عشان ما نتلغبطش دايما البيك تيمبريتشر او الماكسيموم تيمبريتشر بتاعت اي دورة هي التيمبريتشر اللي بينتهي عندها اضافة الحرارة يبقى اسمها تلاتة يبقى اسمها اكس يبقى اسمها خمسة يبقى اسمها اي حاجة حان ما نتلغبطش هي نهاية اضافة الحرارة فانت بتضيف الحرارة من اثنين لإكس لثلاتة يبقى الماكسيموم تيمبريتشر هي تلاتة بتضيف الحرارة من اثنين لثلاتة مرة واحدة لو انت بدورة ديزل يبقى الماكسيموم تيمبريتشر هي تلاتة تمام كده؟ على حسب ترقيمة انت رقم براحتك المهم تبقى عارف ان نقطة نهاية اجراء اضافة الحرارة اخر اضافة الحرارة هي ديزل البيك تيمبريتشر فهو كان طالبها اصلا في مسألتك لها تلاتة يبقى انت كده جبت البيك تيمبريتشر طيب عشان نجيب الكفاءة محتاجين ان احنا نخش على الاجراء اللي بعده اللي هو تلاتة اربعة تلاتة على 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 تل ومعاك تي 3 ومعاك الراتيو دي كده كلها يبقى انت كده جبت تي 4 وبي 4 تقدر تقول ان الكيو ريجيكتد بتساوي سي بي تي 4 مواقس تي 1 تمام؟ والكيو ادت انت جبتها قبل كده بس تعني اكتب قلونها تاني سي بي تي اكس مواقس تي 2 زائد سي بي تي 3 مواقس تي اكس يبقى علشان تيجيب الكفاءة هتقول انها بتساوي وورك ان انت على الكيو ادت او هي هي لو قلت واحد مواقس كيو ريجيكتد على كيو ادت طبعا دي هتكون الماكسموم بتاعة الكنديشن ده يبقى انت كده جبت اول مطلوب المطلوب اللي بعده ان انت عاوز تجيب في حالة المينيمو اللي هي اتفقنا من شوية انها دي انها ديزل يعني من الاخر انت ناقصك تجيب النقطة دي بس علشان تقفل دورتك لان واحد واثنين هي هيها لان نفس الكمبريشن ريشيو وانت بادئ من نفس نقطة البداية وقلنا ان اربعة خمسة او اربعة واحد ده هو بارده نفس الاجراء النقط دي مش هتتغير كيو ريجيكتد ست يبقى النقص اللي عنك هو ايه؟ هو تي اربعة طب ايه تي تلاتة دي طيب تي تلاتة دي تي ازاي؟ تيجي بالعكس بقى المرة دي المرة اللي فاتت انت كنت عارف تلاتة وعملت الاجراء بتاع الايزنتروبيك عشان تيجيب اربعة المرة دي انت عارف اربعة بس ما تعرفش نقطة تلاتة دي دي لكن اللي انت عارفه انها على نفس خط الايزنتروبيك لان التمدل برضو يحصل ايزنتروبيك فهتعمل ايه؟ هتقول علشان تجيب نقطة تلاتة دي هتقول ان تي تلاتة دي على تي اربعة بتساوي بي تلاتة دي على بي اربعة قس كي نقس واحد على كي بتساوي الار سي على البيتا قس كي نقس واحد قبالك بلا من البيتا المراد قبالك من البيتا المراد لان الكاتوف ريشيو متغيرك الكاتوف ريشيو في المسئلة الي فاتت او في المكتوب الاولاني كان نهاية اضافة الحرارة تي تلاتة الى تي اكس البيتا المرادى هي بتاع تدور الديزل هي تي تلاتة دي على تي اثنين ماشي تقبالك بالنقطة دي كويس لان فيه ناس بتتلقبط وتسبت الكاتوف ريشيو الـ Cut of Ratio هنا مش سابتك احنا هنسبت حاكتين الـ Compression Ratio والـ Q Rejector هتاخد بالك ان الـ Cut of Ratio مش سابتك تمام كده؟ طيب هنصرف ازاي؟ والله سهل انت مش هتشتغل اصلا على الجزء ده من الاعلاط انت تي اربعة معاك من المطلوب اللي فات وبي اربعة معاك من المطلوب اللي فات وبي ثلاثة دي معاك برضو لان انت عارف ان الاجراء بتاعي ضغط الحرارة بديزل اللي هو اتنين ثلاثة دي اجراء اصبو الضغط وانت معاك بي اتنين يبقى معاك بي ثلاثة دي يبقى دبرو معاك يبقى معاك الثلاثة دول واللي ناقصك هو تي ثلاثة دي يبقى تقدر تجيب تي ثلاثة دي بمتابة البساطة وتبقى دي هي تي بيك في حالة الـ Minimum Efficiency طيب الـ Minimum Efficiency نفسها تيجي ازاي؟ الـ Q Rejected هي هي هيها مش هيبقى في الخلاف بتساوي الـ Q Rejected بتاعت دول وفاضل بس انت تجيب Q Edit اللي هي المربادي هتكون C E B بس مش متقسمة جوز اين في نهاية اضافة الاجراء اللي هو تي ثلاثة دي ناقص T 2 يبقى الكفاءة الـ Minimum في الحالة دي تبقى 1- Q Rejected على Q Added الجديدة اللي هي بتاعت ديزل اللي هي دي هتلاقيها فعلا قيمتها اقل من القيمة اللي انت بتلعها في حالة ديزل دول كانوا المسألتين ان انا كنت عاوز تزودهم اتمنى يكونوا سهلين وبالتوفيق ان شاء الله نتقابل الـ Section اللي جاي السلام عليكم اشتركوا في القناة